موسيقى سألين الجن والجسس والسحر دي سلسية الاموات اللي قصتنا عنها النهاردة تنسوش لايك واشتراك في كل المواقع القصة بتقول ايه انا اسمي رضا عمري 31 سنة انا خاطب بقالي 4 سنين وكل ما اجي اجمع فلوس علشان اعمل اي حاجة في حياتي على ما يكمل تمنها معايا بيكون سعرها اغلى من الاول فبرجع تاني لنقطة الصف ولولا ان خطبت بتحبني ووقفة قدام اهلها علشاني كان زمان ناس ابنا بعض من زمان ابويا متوفي ومليش غير اخت واحدة اصغر مني متجوزة في بلد جنبنا مفضلش غير امي عايش معاها عايش معاها في اوضة في دور ارضي بمنافعها يعني ايه بمنافعها يعني حمام وكمان من غير مطبخ يا دوب هو ابو تجاز صغير بنعمل عليه الاكل في نفس الاوضة قبل ما اصعب عليكم في حكاية دي احنا كان عندنا بيت زي باقي الناس كنا ورسينه عن ابويا الله يرحمه بس لما جاه عريس اختي طريت ان انا ابيعه علشان نعرف نسترها وتعرف تدخل على جوزها مش ناقصة اي حاجة ولا محتاجة حاجة وباقي الفلوس اشترينا الاوضة اللي احنا فيها دلوقتي ما هو كان كده يكوننا هنجيب لها حاجتها بالقصد ونفضل نسدد بقى في القصد باقي حياتنا كلها فكان ده انسب حل قدامنا اما انا بقى فبقى مضمرتب صغير بعمل بي شوية جمعيات علشان اعرف اتجوز وامي كتر خلها شايلاني انا وما صاريه في البيت بمعاش ابويا الله يرحمه لانها عارفة امكانياتي وعارفة ان شغلتي بسيطة ودخلها ضعيف انا شغال ممرض في مستشفى في بلد بعدنا بمحطة ولازم علشان ارحى كل يوم اركب القطر المحطة دي في المحطة دي رايح جاي في يوم انا رايح لشغلي بالمستشفى دوت وكان الوقت تقريبا ساعتها بعد ساعة ستة او سبعة بالليل لانه كنت وردية ليل وقتها وروحت ركبت القطر ده زي كل يوم ولما عد علي الكبساري وجيت اديله الفلوس علشان ااخد التذكرة قال لي ان حساب التذكرة اندفع وشاورلي على راجل واقف عند الباب اللي بين العربيتين انه هو ده اللي دفع بصيت عليه كان شاب اسمر حالق راسه عزيره وشنبه سايبه وسايب دقنه طويلة ولابس اميس وبنطلون اول ما بصيت له بصلي وابتسب لما حاولت اقعد الزحمة المعتادة اللي في القطر علشان اروه واسأله هو عمل كده ايه وبمناسبة ايه ان هو يدفع لي على ما وصلت له كانتاه مني في وسط الزحمة وانتوا عارفين الزحمة اللي في القطرات تبقى عاملة ازاي ما هتمتش نزلت على المحطة وفضلت واقف استني قلت يمكن ينزم لكن لحد القطر ما تحرك ما نزلش استغربت من الموضوع ده قلت يمكن هش دي محطته ورحت على شغلي لكن طول اليوم موضوع الراجل ده شغلني ان حد ما عرفوش يسيب كل القطر بزحمته ويتفع لي انا شيء غريب فعلا لكن الاغرب ان الموضوع ده موقفش الحد هنا ده الحكاية كانت لسه هتبدأ لان الموضوع ده بقى يتكرر كل يوم وانا رايح الشغل ونفس المشهد بيتعاد يبصلي ويبتسم ويختفي وص الناس لدرجة اني اسنع على الباب اللي بين العربيات لكن هتفاجئ اني ييجي من الباب اللي في الناحية التانية ويتوه مني على ما اوصله في الزحمة وبرضو ملقاهوش فضلت على الوضع ده تقريبا حوالي 15 يوم اللي هم بتوع وردية الليل عدوا علي كل يوم وانا رايح يحسب لي وانا الصراحة مع الوقت ما بيتش حاول اعرف هو مين بيتش اهتم ان انا اوصله ولا بتحرك من مكان انا مش قادر اجيبه لكن الغريب لما رجعت وردية نهار الموضوع ده ما حصلش 15 يوم ما حصلش لحد ما رجعت لوردية ليل تاني وعلى اول يوم ليا في الوردية وكان زميلي في الدور اجازة وكنت قاعد في قوضة صغيرة تبع التمريض اللي على باب ممر الدور بتاع قوض العمليات انت بريح من الشغل لما لقيت شخص طالع على السلم هنا نتنحت فيه لما شفته وفعلا عدت بصوله كده من كتر ما انا مش مصدق نفس الراجل اللي كان بيحسبلي في القطر الفترة اللي فاتي الدايات كان واقف قدامي بنفس احتسامته الهدية والمقلقة في نفس الوقت مقلقة من كتر ما هي هدية وثابتة وبيبصلي قوي من غير ما يتكلم زي ما يكون مستنيني انا اللي ابدأ الكلام معاه انت مين ودخلت الحد هنا ازاي وعاوز مني ايه هنا رد علي بنفس السبات وبنبرت صوت بردا ملهاش ملامح ملهاش ملامح اقدر احدد منها مين اللي بيتكلم قدامي في نفس الوقت ما حورش كتير ولا حاول يلف ولا يدور في الاجابة على الاسئلة اللي انا سألتها له دي لما قال لي انا فعل خير وبقى لك في مصلحة هتنقلك لحتة تانية خالص اما بقى انا دخلت هنا ازاي فبسيطة الموضوع مش مستاهل يعني هنا رديت علي قلت له انت جايلي هنا في مكان شغلي عشان نتكلم في مصلحة ما انت ماشي ورايا بقى لك اكتر من اسبوع في القطر هنا رد علي وقال لنا انا جايلك في شغلك لان المصلحة بتخص شغلك وبعدين انت ليه بس اخدتها ان انا بمشي وراك ليه ما تقولش مسكت شوية كده وقال ليه ما تقولش انت سكتنا واحدة فكنت بقى حاسب لك محبة واحنا في ايه علشان تحاسب لي محبة انا برد عليه لما قال لي هيكون بنا ما تستعجلش انت بس قبل ما نتكلم وخد دول وطلع من جيبه رزمة فلوس كانت كلها متنات وانا بصدت الفلوس وانا مستغرب لما قال لي ما تمدي ايدك وخد مني قلت له ايه ده قال لي ده رزق ربنا بعته لك وجاي لك هتقول له لأ قلت له طب ايه مقابل الرزق ده هنا قال لي تعجبني انا بحب الراجل اللي ما بيضيعش وقت بحب يدخل على طول في المفيد المقابل بسيط جدا وفي نطاق شغلك ومش هيكلفك اي حاجة ولا اي مجهود هنا بصدت وتقول له انا مش فاهم انا هفهمك انتوا هنا مش بتعملوا عمليات استقصال لأعضاء من اجسام المرضى قلت له ايه طب انتوا بتودوها فين دي العضاء ديت ابدا بتترمي في الباسكت بتاعها وبتيجي شركة الزبالة تاخدها مع النفايات الطبية علشان تتعدم ايوه هو ده بقى انا مش عاوزها تنعدم بقولك يا عم انت هتتكلم دغري على طول يا تاخد فلوسك تمشي من هنا علشان اروح اشوف الشغل اللي ورايا لما قال لي انا هجيب لك المفيد انا جيت لك لانك اقدم الممرضين هنا وانت الوحيد اللي محدش بيسألك انت داخل فين ولا خارج بايه كل المطلوب منك بسيط جدا انك تجيب لي اي عضو واي حتة جلد بتقطعوها من اي مريض وكل مرة ليك ادي الفلوس اللي قدامك دي ثلاث مرات كمان هنا انا زعقت في وطول انت مجنون بتعوزني اسرق لحم العالم لحم الميتين او لحم الاحياء واجبهولك ليك انت انت شايفني كافر هنا رد قال لي الكفر ان اللحم بتاع العالم اللي بتتكلم عليهم دول يدخل غليان ويسيح مع النفايات الطبية ويدفن في الصحرة لكن انا مش هعمل بي حاجة متقلقش مش هعمل بي اي حاجة وحشة ولا مضرة انا هاخده هتدي لطلبة كلية الطب اللي بتعمل عليه ابحاث وبيستفادوا من بدل اللحم الناس كده ما يسيح على الفاضي مع الزبالة والعيال بتوع الطب دول بيدفعوا حلو قوي وديك شايف الفلوس بيدفعوا مبالغ حلوة في الحاجات دي الفرق انك هتديني جملة وانا هبيع قطاعي والكل هياخد من الرزق ده انا بسطلو كده وقلت له جملة ايه وقطاع ايه توكل على الله قبل ما اكلم نقطة المستشفى واوديك في ده هنا قام وقال لي لا وعلى ايه انا هقوم لوحدي بس هقولك كلمتين بس قبل ما امشي هنا بسطلو مقال محدش النهارده مش محتاج فلوس والدنيا نشفى على الكل ففكر كويس وقادي الفلوس معاك وانا هعد عليك تاني وافقت يبقى خير وبركة وحلال عليك الفلوس ما وافقتش يبقى خلاص فيش مشكلة ترجعلي الفلوس تاني السلام ومشي مساب الفلوس قدامي على الترابيزة ومشي وانا عمال ابص لهم ومن غير ما احس مسكتهم وفضلت اعدي فيهم علشان الاقيهم خمسين الف جنيه هنا فوقت تاني العقل وقلت لا 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 ايه اللي انا بعمله ده وانا بعدهم ليه هو لما ييجي المرة الجاية هرميهم في وشه وقول له مش عايزهم حطت الفلوس في جيبي وانا عمال افكر ايش معنى انا طيب ليه ما جاش لأي عامل من عمال النظافة اللي هنا ودي عمالة مؤقتة دي بقى تبع مقاول مش متسبتين وكان اي حد منهم ما هيصدق يشوف مبلغ زي ده وبربع الفلوس دي كمان كان هيعمل كل حاجة خلص الوردية بتاعتي وروحت البيت حطيت الفلوس في الدلاب علشان ما اضعش وكملت حياتي عادي جدا لدرجة ان مع مرور الايام نسيت انها موجودة من الاساس نسيت موضوع الفلوس ده لحد ما في يوم جال اتصال من والدتي وانا في الشغل انها تعبانة جدا وعاوزاني الحقها هنا سبت الشغل وجريت زي المجنون على البيت لقيتها وقعة على الارض شلتها وجريت بيها على مستوصف في البلد عندنا هنا الدكتور قال لي انها قزمة سكر وممكن تتطور لغيبوبة كمان وتعمل مضاعفات كتير لو ملحقتهاش من لازم انقلها فورا للمستشفى ونصحني ان لو امكن انها تكون مستشفى خاصة لان الاهتمام هناك هيكون اكتر بكتير لمستشفى الحكومة اللي اجراتها كتير والحالة تسمحش انها تستنى هنا بقيت واقف عاجز حس ان الدنيا بتلف بيها مش عارف اتصرف ازاي لحد ما جاء في دماغي الفلوس للراجل ادهالي في المستشفى وانا شايلها اصلا في الدلاب وقتها كان دماغي مشلولة مش شايف حاجة مش شايف حاجة قدامي غير الفلوس بس وام اللي لازم ادخلها للمستشفى بصراحة ما اخدتش وقت كتير في التفكير وكنت موقف تاكسي ومنيم امي جواه ورايح على البيت اخدت الفلوس واطلعت مباشرة على مستشفى خاصة علشان الحق امي وصلت فعلا المستشفى الخاصة دايت وامي معايا اول ما وصلت طالبه مني ان ادفع 15 الف جنيه في الخزنة تحت الحساب علشان يقدروا يقبلوا الحالة دايات ويدخلوها ما ترددتش الثانية واحدة لحظة واحدة ودفعتهم وهنا بدأوا يبحصوا والبيتي ويكشفوا عليها اكتر من ثلاث ساعات بيكشفوا عليها لحد ما امي الحمد لله فائت ورجعت زي الاول لكن الدكتور قال انها لازم تتساب في المستشفى تحت الملاحظة كم يوم كده عشان نتأكد ان امورها تمام هنا قلت النفسي كم يوم ازاي انا مفضلتش معايا فلوس اصلا يعني الفلوس اللي معادي ما تكملش انا لسه دافع كمان عشرين الف جنيه للأدوية لكن ما كانش قدامي حل تاني ووافقت فضلت طول الايام اللي ام فيها في المستشفى جنبها قبل الشغل وبعده يعني تقريبا ما بروحش البيت لحد ما الحمد لله امي تعافت وبقت بخير والدكتور كتب لها على خروج وقال لي ان انا اروح اقفل الحساب مع الخزنة انا كنت رايح وحطت ايدي على قلبي حسن يكون ليون فلوسا عملا ادفع في تحليل واشعة وادوية واراضي ده واراضي ده لكن المفاجئ اني لما روحت لقيت الخزنة هي اللي بتديني فلوس واصال فيه تقفيل الحساب مكتوب فيه اني حسابه كان سبعين الف جنيه ولما سألتهم ان المفروض هم اللي ليهم فلوس قالولي لا في واحد جاء وحط في حسابنا مبلغ كبير فوق الحساب فوق الفلوس اللي انا كنت سايبها اصلا ونسب لي رسالة بيقول فيها كله من تحت الحساب في الوقت ده انا فهمت مين اللي سايب الفلوس دا ورغم اني كنت متضايق لكن فكرت لو ما كانش ده حصل قدي ايه انا كنت هتبهدل انا وامي مش هممني انا المهم امي كانت تتبهدل قدي ايه بعد ما خلصت كل حاجة في المستشفى رحت على بيت امي وروحتها هناك وعدت معاها باقي اليوم وتاني يوم رحت الشغل عادي جدا بعد ما ابتديت ورديتي بوقت مش طويل لقيت نفس الشخص اللي اداني الفلوس داخل علي مبتسم وانا ببصله مستغرب انه ازاي بيعرف الوقت اللي انا بكون فيه الوحدي الوقت اللي انا فعلا ما كنتش حدي معايا دخل وقعد وبدأ يقول جا الوقت اللي اتفاقنا عليه اظن الفترة اللي فاتت كانت كفاية انك تفكر انك توافق او انك ترفض هنا قلت له وانت سبت له اي اختيار بعد كل الفلوس اللي ليك عندي ديت واللي مستحيل ان انا هقدر استددها لك اصلا هنا قال تمام بكرة بعد الشغل معايا ان شاء الله هتقدر تدفع قدهم 20 مرة و100 مرة كمان هنا قلت له انا تمام بس عندي سؤال قبل ما نبدأ شغل هنا بصيلي وقال لي اسأل رغم ان انا ما بحبهاش بتقولوا ايه هي اللي ما بتحبهاش قال لي الاسئلة الاسئلة يا رضا اكتر حاجة بتدايقني لانها بتقلب في حاجات كتير ملهاش لازمة وبتعطل الشغل لكن علشان دي اول مرة اسأل ما يهمكش بس هتكون اخر مرة هزتلي دماغ وقلت له ايش معنى انا ليه ما كانش عامل نظافة مثلا من اللي بيجمعوا كل الحاجات دي وكان هيرضو بقى قل من كده هنا تبصيلي وضحك وقال لي انا افهمك لان سؤالك مهم انا اخترتك انت بالذات علشان زي ما قلتلك انت قديم هنا وبتعرف تدخل وقت ما انت عايز في المكان اللي انت عاوزه وفي نفس الوقت بتقدر تتحرك من غير تفتيش تاني حاجة ودي الاهم بقى يا رضا ان انا اخترتك علشان عاوز اعرف كل جزء او عضو هتجيبهولي كان صاحبه مريض بايه وتشال من صاحبه ليه واظن دي حاجة مش هيقدر يعرفها عامل النظافة اللي بيبقى واقف برا العمليات هنا استغربت ولتوني انت عايز تعرف الحاجات دي كلها ليه ليه كل الحاجات دي هنا علموا علشان الطلبة بيعوزوا يعرفوا الحاجات دية علشان يقدروا يعملوا الابحاث بتاعتهم مدرسات بتاعتهم لازم يعرفوا العضو ده كان متصاب ليه وتشلي شوفوا رغم ان كلامه ما دخلتش دماغي اللي كنسكت وعملت نفسي مقتنع كل ليلة هعد عليك تديني محصول عمليات اليوم ومعاه كشف فيه كل حتة كانت مريضة بايه وانقطعت ليه وانا هسلمك الفلوس يلا هسيبك بقى تبدأ هنا انا قلت له انتسمك ايه هنا اوطى قدامي ودحك وقال انا اسمي درغام وسبني ومشى في نفس اليوم ده بدأت انفز اتفاقي مع درغام فضلت طول العمليات مركز واشوف الحالة دخلة ليه وهيعملوا فيها ايه ولو هيقطعوا الجزء او حاجة منها هتبقى بسبب مرض ايه ليه هتقطعوا الجزء ده او ليه بينقطع الجزء ده وفي اخر الوردية كنت جمعت كل النفايات بتاعت العمليات وكاتب وورقة فيها اسمه كل عضو تشال والعضو ده تشال من صاحبه ليه منكرش ان انا كنت مرعوب انا بعمل كده لان لو تكشفت تبقى جريمة وجريمة وجريمة كبيرة كمان وهروح في دهية واقصر شغلي وهتسجن كمان الوردية خلصت كل زميلة زميلة مشيوا انا مستني علشان خايف اطلع من باب المستشفى بالحاجات اللي معايا داية كنت مستني درغام لقيه داخل علي زي كل مرة لكن مجاش زميلة اللي معايا او زميلة بتوع الوردية اللي بعد يجم واستغربوا ان انا لسه موجود لحد دلوقت عادة انا بقامشي على طول بعد الوردية هنا تحججت لهم ان كنت بخلص شوية شغل كانت دكاترة طلبينه مني وما كانش قدامي غير ان ااخد الحاجة واطلع بيها من باب المستشفى فيش حل تاني وعملت كده وانا مرعوب وانا الان وانا رايح ناحية البوابة من الرعب والخوف حسيت ان الكل بيبص علي كنت خايف ان حد يفتشني لكن الحمد لله خركت على خير مش عارف اعمل ايه بالمصيبة اللي معايا ديت الكيس معايا وانا خايف وقفت برة قدام المستشفى فترة بس حسيت ان بقيت ملفت للانظار واللي رايح اللي جاي بيبصلي فما كانش قدامي حال غير ان انا امشي في طريق طبيعي واشوف هترسى على ايه الموضوع دوت فكرت اكتر من مرة ان ارمي الكيس ده لكن جاه في دماغي ان لو رمتها وحد لقاها وبلغ البوليس الدنيا هتتقلب علي وممكن اتجاب من اي كاميرا من الكاميرات اللي في الشارع دي كملت نحية محطة القطر علشان اركب وقبل ما اوصل لرصيف المحطة لقيت درغام راكب عربية وراكن على جم وبيزمرلي قربت منه زي الغريق اللي لقى قشة نجاة هنا مديلي ايده من شباك العربية من غير ما يتكلم اديته الكيس اللي فيه الحاجة اخدها حطها جنبه ومديلي ايده بالظرف وقبل ما يمشي قال كلمة واحدة بس هستناك بكرة اتحرك بالعربية وانا روحت ركبت وروحت على البيت من بعد اليوم ده وكل حاجة في حياتي اتبدلت انا نفسي اتغيرت ما بقيتش انا بقى بيحصل لي حاجات كان ممكن اسمع عنها في الحواديد او في الحكايات او في القصص او اسمع عنها من الناس الكبيرة في السن متوع الزمان وقتها حسيت ان في حاجة غلط حاجة مش مظبوطة من يوم عملت كده وانا حاسس ان انا مخنوق مانيش نفسي اعمل اي حاجة خيالات كتيرة بشوفها حاجات كتيرة بحياتي تقلبت بشوف وبسمع اصوات الفلوس بقت معايا متوفرة وبدأت حياتي وحالة الماديات تستريح وجبت شقة ودفعت كمان مقدم العربية لكن ما كنتش بركبها واروح بها الشغل علشان محدش يشك كفية وجبت لامي شقة احسن من المكان اللي احنا كنا فيه لكن حرفيا انا بعمل كل ده بدون شغف عادي حاسس ان كل ده ملوش اي قيمة لكن لو كان الموضوع ويف لحد كده كانت تبقى بسيطة لكن بعد اول مرة عملتي فيها الموضوع دوت وانا حاسس ان انا مش لوحدي في حد معايا نفسه مع نفسي خطوته مع خطوتي مش حركة بس في حاجة معايا في حاجة بتتحرك معايا في حد حركته افعالهم لازمين لي بالضبط زي ما يكون انا اللي بتصرف لكن انا مش شايف مين لدرجة ان تعوتت على وجود الشئ ده او الموضوع دوت ما حكيتوش لحد قلت هيفكروني مجنون لحد ما في يوم انا مستني اخر الوردية علشان اخد اللي انا باخده كل يوم وبجمعه زي كل يوم كانت دور كله متأكد انه فاضي كنت متأكد انه فاضي مفوش حد وزميله كلهم مشيوا كمان علشان يغيروا هدومهم وانا رحت على قط العمليات مباشرة وعدت ابتدي اجمع الاجزاء المرمية في بسكتات الزبالة هناك وبراجعها من الورقة اللي كاتب فيها خلال اليوم كل عضو تشله هنا سمعت خطوات مختلفة خطوات بتقرب من برا خفت افتكرت ان حد جاي على العمليات رغم ان لسه بقى تقريبا نص ساعة على الوردية الجديدة جريت استخبيت تحت ترولي محطوط على جنب في اخر الاوضة خطوات مستمرة دقيقة اتنين محدش دخل قمت اتسحب علشان ابص من ورق الباب مين اللي جاي اول ما وصلت للباب الخطوات ديت ووقفت بصت في الطرقة لقيتها فاضية مفيهاش اي حد هنا راجع علشان اخد الحاجة وامشي بسرعة اول ما لفيت وشي لقيت وحدة كبيرة في السن لابسة القميس الازرق بتاع العمليات ووشها مكرمش وعنيها بيضة ووقفت قدامي وانا تصمرت مكاني هنا سمعتها بتقول ليه هنا الماديش هتكلم بس رديت بصوت مرعوب ليه ليه ايه وبعدين سرخت السرخة في وداني وداني سفرت بكلمة ليه تاني السرخة دي كانت كفيلة ان رميت كل حاجة في ايدي وطلعت جاري برا الدور خالص وانا مش عارف هل في حد يسمع السرخة دي غيري ولا لا ومتدور على قضة الغيار مباشرة ومنها على برا جاري بدرجة ان الناس لحظت وسألوني ان كان في حاجة بتجري ليه وانا مكمل جاري بس مردتش على حد ولا ردت على اي حد طلعت برا في الشارع ومشيت ناحية المحطة وانا مش عارف برغامها يقابلني فين ان كل مرة بلاقيه قدامي في اي حتة شكل او اي حتة مختلفة عن التانية طلعت اتمشى وعشان اوصل لبلدنا وعلى اول البلد بعد من زلت من القطر لقيت واقف بعربيته وبيتزمر لي وفاتح شباك العربية قربت منه وقلت له معرفتش اجيب حاجة النهاردة معايش حاجة هنا قال لي ليه قلت له بصوا حصل لي حاجة غريبة اول نهاردة منعت ان انا اجيب الحاجة هنا بصلي باهتمام وقال لي حصل ايه حكيت له على اللي انا شفته بالظبط الغريب انه فدل لي يضحك وليقيته بيقول لي يا عمي ما تقلقش لاها واحدة من اللي واخد منهم الحاجات وعمال يضحك انا هنا انصدمت قلت له انت قصدك ايه قال لي بص قصد ان دي مش مشكلتي في ناس يستنيها الحاجة دي ودفع فلوس فيها فحل مشاكلك بنفسك وبكده الاقي الحاجة معك انت مليش دعو باي حاجة فاهم بعد ما خلص كلامه سبني من غير ما يستنى او حتى يشوف انا هرد عليه اقول ايه ومشي فضلت واقف دقايه استوع بالكلام اللي بيتقاله بعدين كملت طريقي للبيت اول ما دخلت ام قالت لي انت حب حضرلك الاكل قلت لها ان انا مش جعان مش عايز اكل انا عايز بس انام دخلت قطي قفلت على نفسي وفضلت على سريري عمال افكر في اللي شفته مبارح وفي كل حاجة حصلت هو ايه اللي وصلني بكده وايه اللي حصل ده لحد دي محسيتي دماغي وقفت مش قادرة تفكر اكتر من كده ولا تستوعب اي حاجة لحد ما نمت بدأت افتح عيني على الصوت لحد بيتقلم الصوت انا عارفه كويس ده صوت امي صوت امي بتتقوه بتنازع هنا فكرت انها تعبت تاني قمت بسرعة علشان اشوفها اتخضيت ومباشرة روحت على قضتها جاري ما لقتهاش سمعتها بتنازع تاني كان الصوت جاي من الحمام جريت ناحية الحمام فضلت اخبط ما بتردش علي عماله طب افتحيلي طب افتحيلي بس يا ماما اشوف فيك ايه حاولي تفتحيلي بس ما فيش اي رد غير صوتها وهي بتنازع وبتتقلم كانش قدامي حل غير ان انا اكسر الباب وفي ثانية واحدة كان لازم اكسره لان كمان النور كان نطفي شغلت النور بسرعة بعد ما كسرت الباب عشان الاقي ام قاعدة على الارض ومسكبت لها وبتنازع جريت عليها وكل ما يجي اقومها تقع تاني كل ما يجي اقومها تقع تاني على ارض وهي بتتلوى وعماله تقول طف النار اللي في بطني طف يا ابني النار اللي في بطني يا ابني النار بتاكل في بطني كنتش عارفة اعمل ايه قلتنا طب هعمل ايه طيب قوليه اطفيها ازاي طب هاخدوك ونروح للمستشفى طب انت اكلت حاجة كنت بحاول اعمل ايه حاجة بحاول اقومها وتقع واشيلها تاني من ضهرها من تحت درعتها وتقع وانا لفت وراجب انت اديت علي وقالتلي رجع لي لحمي اللي انت اخدته بس اللي قال كده ما كانش صوت امي كان صوت طالع من امي هنا حسيت ببرودة لدرجة ما كنتش توقعها وانا شايل امي لما لاتها بتلف وشيها ليا مية وتمانين درجة تقريبا لحد ما بقى وشها في وشي هنا شفت نفس العيون البيضة والوش المكرمشة نفس الست اللي انا شفتها في العمليات ما قدرتش ومن غير ما حس زقتها ووقعت على الارض علشان تصرخ نفس السرخة اللي صرختها في المستشوى اللي خلت وداني تصفر هنا قمت منطور من على السرير وانا عمال اشهق ومش قادر اخد نفسي ووداني لسه بتصفر قمت جارية تطمن على امي لقيتها نايمة في قضيتها كويسة دخلت الحمام علشان اغسل وشي وقفوق شوية من اللي انا فيه ومن الكابوس اللي انا لسه بعد بيه وطيت على الحوض علشان اغسل وشي لما رفعت راسي لمحت وشي في المراية فيه حاجة غريبة كان فيه زي جروح في وشي تحت الجل جروح كانت ظهرة وشكلها خلى جسمي اشعر تلقائيا حطيت ايدي على وشي احسس عليه لكن ملمس وشي عادي مفهوش اي حاجة جيت اطلع لكن اصدمت لما خدت بالي اني لما رفعت ايدي احسس على وشي خيال اللي في المراية اتحركش هنا رفعت ايدي تاني حركت دماغي ورمشت بعناية لكن النتيجة واحدة الخيال بتاعي في المراية سابت بيبصلي هنا بدأت ارجح خطوة لورا خفت لما لقيت عينيدي الشخص اللي في المراية دوت واللي اكيد مش انا بتبصلي وبتتقلب للون ابيض وبيبصلي بصة مرعبة مع سرخة فضيعة لكن انا سمعت السرخة من ورايا علشان اكتشف ان الخيال ده لشخص ورايا مش في المراية لفيت بسرعة علشان الاقي حاجة في وشي مخيفة وقعت على ظهري على الارض بسرعة وقمت بسرعة من تاني منطور من على السرية انا مبيتش عارف مبيتش عارف امتى انا صاحي امتى انا نايم اللي بيحصل ده حلم اللي بيحصل ده حقيقة مبيتش عارف فضلت صاحي لحد تاني يوم عمال اشرب في سجاير وقهوة لحد معادي الشغل كنتش عارف اعمل ايه بتشغل طول اليوم وانا مش مركز مش عارف مش عارف انا بعمل ايه يا طرى انا في حلم ولا في علم حتى ما كتبتش الورقة بالحاجات اللي تشالت في العمليات في اليوم ده زي ما كنت بعمل كل يوم لحد اخر الوردية عايز استنى علشان ااخد الحاجة كلها مرة واحدة زي كل مرة لكن انا مرعوب من اللي حصل معايا مبارح ولي بيحصل قدير كام يوم وبيتكرر وفي نفس الوقت بفكر في درغام وكلامه الغريب بتاع مبارح وفي نفس الوقت انا عايز فلوس لكن في النهاية قلت اعمل ايه هو لي عندي حاجات ومحتاجها المفروض ان هو يعملني احسن من كده وكبرت في دماغي مشيت من غير ما ااخد حاجة معايا وانا طالع على البوابة لقيت واحد من افراد الامن من اللي واقفين على البوابة دول بيقرب مني كانتش معايا حاجة لما لقيتوا بيدين ورقة وبيقولي الورقة دي واعت منك مبارح فقلت اشلهالك استغربت خدت الورقة وفتحتها علشان الاقيها الورقة اللي انا بعمل فيها كشف الاعضاء والاجزاء اللي انا باخدها الحاجات اللي بتتريمي من العمليات خلال اليوم واللي من خوفي رميتها مع الحاجة امبارح في قط العمليات بسطله بارتباك وانا بقول له مش بتاعتي مش بتاعتي تلاقيك غلطان ولسه هسيبه وامشي مسك دراعي وقال لي لا بتاعتك وانا شفتك امبارح وانت بترميها في العمليات مع الحاجة اللي كانت معاك وادريت لما انت حسيت بيا واستخبيت وكمان مش المرة دي بس اللي انا شفتك فيها انا متابعك من فترة بس كنت مستنيك ومستني في نفس الوقت الوقت المناسب اللي اعرف امسك عليك حاجة لان لو كنت وقفتك من غير اي حاجة او فتشتك على البوابة كنت شرامح حاجة او كنت هتتفضح ومش ده اللي انا عاوزه انا بسطله وقال لي انت عايز ايه انا عايزك تزبطني ينبني من الحب جانب واطلع من على وش الدنيا زي ما انت طلعت وينبني كمان نفحة من نفحات درغام صاحبك صب الست حسنة هنا بسطله كده قلت له انت عرفت كمان درغام بعدين مين حسنة اللي انت بتقول عليه هدية هنا بسطله وضحك قال لي مش بقولك انا متابعك من زمان بس انت بشكلك مش عارف حاجة او مش فهم حاجة خالص انا مشيت وراك اكتر من مرة ومصورك كمان بالموبايل بتاعي وانت بتسلم وتستلم اما بقى الست حسنة فدي اكبر شيخة في الناحية كلها ازاي انت متعرفهاش حد ما عرفش الست حسنة هنا قلت له عشان مليش في السكة ديت بس ايه حكاية ان درغام ده الصب بتاعها انا بسأله لما قال انا فكرتك عارف شغال معاه على الاساس دوت درغام دوت يعتبر هو دراع اليمين اللي حسنة ديت وكل الناس هنا بتهابوا بتخاف منه وهو اللي بيزبط لها كل شغلها وبيقضي لها كل مصالحها بتقولوا طيب طيب روح ارجع لشغلك علشان محدش يشك في حاجة وانا هشوف موضوع ان ينوبك من الحب جانب ده بس الموضوع ده مطلعش لحد فاهم وسبت وكملت طريقي عشان اروح البيت وانا بستني درغام كنت مستنيه يطلعلي من اي حتة بيطلع زي العفريت من اي حتة كالعادة ويدوب وصلت الاول الشارع علشان يلاقيه جاي من ورايا بيزمرلي وقف جنبي وهو بيقول في ايه شايف ايديك فضي يعني بتقول له انا ما جبتش حاجة هنا بصله قال ايه 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 هو اللي ما جبتش حاجة احنا هنستهبل هنا قلت له احنا اتكشفنا يا درغام قال لي يعني ايه اتكشفنا حكيت له على حكاية فرض الامن واللي ضار بنا بالكامل لما قال لي دي مشاكلك مش مشكلتي انا عاوز الحاجة دلوقت في شغل متأخر قلت لك قبل كده مشاكلك حلها قلت له انا اجيب لك حاجة منين ما قدرتش اطلع بحاجة وبعدين بقولك اتكشفنا بتقول لي دي مشاكلك ازاي يعني بقولك يا ايه ارغام ايه ده ارغام انا مش جاي بحاجة تاني بعد كده ومشاكلك انا عم اعرف احلها ازاي وسبتو وبشيل وهو عمال يقول لي بصوت عالي من وراي مش بكيفك مش بمزاجك انا اللي اقرر امتى توقف شغل وامتى تشتغل وهتشوف هتشوف انت اللي هترجع تبوس رجلي تاني عدى كام يوم على المقابلة دي وكل يوم ضرغام الا ايه مستنيني ويسألني وانا هقوله انت ما بتفهمش قلتلك مش هشتغل معك تاني خلاص انا بطلت شغل وفضلت ازاع فيه لحد ما ما شاف كل يوم على كده لحد ما سابني في اليوم ده اول ما روحت البيت لقيت تليفوني بيردني كان حماية طالب مني اروح له الصبح فضلت طول الليلة الان مش عارف في ايه لحد النهار ما طلع وعلى الظهر كده روحت لهم لقيت حماية محضر لي حاجتي كلها وبيقول لي كل شيء اسمه ونصيب يا ابني استغربت ولما صريت اعرف السبب وروني الفيديوهات وانا باقد الحاجة من العمليات وكماله انا بديهم لضرغام وباخد الظرف وحماية قال انه ما بديش بنته لواحد عشته من الحرام وانا قاعد عند حماية وقبل ما افتح بقب اي كلمة ادافع بيها عن نفس او اشرح للموضوع ده تليفوني راني وكانت امي بتعايت بتقول لي الحقني يا ابني انا بموت سبت حماية ونزلت جاري على امي عشان اشوف في ايه واحكيتها روحت البيت لقيتها واقعة على الارض وبتتشنج مش قادرة تاخد نفسها نزلت بيها جاري على المستشفى والغريب ان المستشفى ملقتش اي مرض ولا اي مرض عضوي عندها مش عارف ايه اللي بيحصل ده رغم هون ما شايفين الحلب السوق كل دقيقة عن التانية لكن ما عندهمش علاج هنا انا عرفت مين السبب في اللي بيحصل ده كله انا كده فهمت الرسالة نزلت من المستشفى للبلد اللي فيها شغلي وفضلت اسأل عن بيت الشيخة حسنة ومتعبتش كتير وكل كان عارفة طلعت مشفورة في المنطقة هناك هي وكل اللي شغالين معاها لكن انا اخر واحد كنت اعرف الموضوع ده اول وصلت البيت حسنة واول ما خبطت على الباب رد علي واحد من جوه وهو بيقول الزيارات بالليل الشيخة نايمة هنا رديت عليها وقلت له انا متعصب الست هي اللي عوزاني ولو عرفت ان انا جيت لحد هنا وما دخلتش انت اللي هتتأذي اللي باب غاب تقريبا خمس دقايق وبعدين فتح لي الدرغام وهنا بصلي وقال له هو انت جاي هنا ليه بتقولوا انا مش جايلك انا عايز الستك اللي هي بشغلاك وحصل جدال وصوت عالي بيني وبيني احنا نتكلم مع بعض وكانت وضع سخيف جدا لما ليهت نزلت على الصوت العالي ده واحدة في الاربعينات مليانة لابسة جلبية فلاحي سودا وهي بتقول فيها درغام ايه الصوت العالي ده على الصبح انه انا مش نايمة لما لفله وقال له ما فيه شاشختنا ده الوقت الممرض اللي كان شغال معانا وتعوج علينا شكله جاي يطلب بس الرضا والسماح هنا انا رديت قلت له انا مش جاي اطلب السماح ولا جاي اطلب الرضا انتم محتاجيني زي ما انا محتاجكم بالزبط بس الصبيك يا ستة حسنة لو كان جاي معايا سكة على طول او في الدجرة على طول من البداية ما كانش الامر وصل لكده ما كانش حصل كل ده هو حد يطول يشتغل مع الشيخة حسنة هنا بصت قالتلي حلو كلامك يا ابني قل لي بقى اجي تجاي في ايه قلت له اول حاجة نتكلم لوحدنا هنا بصت لدرغام وقالتلي تعالا تعالا نقعد في الخلوة بتاعتي كنت حس ان درغام هيطق وهو واقف مكاني وهو عمالي وبصلي بغل ودخلتني مكان فيه قاعدة عربي كبيرة وطبلية ارضي وشوية صور وحاجات زي كده وكان فيه طرابيزة في النص عليها مبخرة كبيرة وقالتلي هيا يا رضا طلباتك ايه مش اسمك رضا برضو قلت له ايوة ستة حسنة انا اسمي رضا انا طالب طالب واحد بس تشير ايدك من على امي هنا قالت ما انت لو وفقتك تشتغل معانا اعتبره حصل هنا بس اتقولت له يعني هو مفيش غيري قالت لا في غيرك كتير وبيتمنوا ان هما يشتغلوا وفي غيرك برضو بيجيبوا شغلهم في معادة بس هو الشغل عندنا زي ما تقول كده كتير شوية الفترة داية فبحتاج من الحاجات بتاعتكم كتير فمش عايز اخسر حد فيكم هنا قلت له طب لما اخذة هو انتو بتعملوا ايه بالاعضاء داية يعني وقطع اللحم والحاجات اللي انا بيجيبها لكم واللي غيري كمان بيجيبها لكم هنا ردت واديك قلت تعبانا اعضاء تعبانا واحنا بقى بنستخدم التعب دا في شغلنا وعلى حسب كل تعب احنا بنسلط مرض شكل بس في حاجات من شغلنا بتحتاج اعضاء بني قدمين بدل ما نروح نجيبها من الطرب ويبقى فيه سين وديم ووجع قلب ونبقى خايفين انتم بتجيبوها لنا لحد هنا عندنا ها قديني قلت لك كل حاجة عايز ايه تاني قلت لها لا كده تمام بس انا طلب الاخير لو هشتغل معاك يبقى شغلي مني ليك مباشرة على طول من غير درغام اعرف كده وهجب لك الحاجة لحد عندك بمعرفتك انت مش عايز درغام يبقى ليه علاقة بيه نهائي هنا دحكت والد بسيطة اعتبر كلامك حصل فعلا اتفقنا وبدأت اشتغل من تاني وفرض الامن كل يوم يبصلي من بعيد لبعيد مش قادر يكلمني لان الفيديوهات ما بقتش معاه درغام اخدها منه وده له مبلغ علشان يبعتها لحماية امي مع الوقت تعافت وخرجت من المستشفى ما فيهش اي حاجة واللي عرفته ان كان سحر عمليه حسنة ليها وحسنة فكته على طول لما انا وفقت اشتغل معاهم في يوم انا بودي الحاجة لحسنة علشان كمان اخد فلوسي وامشي ليهتها بتتخانق مع درغام وصوتهم عاري بسبب ان فيه اسحار معينة دفنها في حتة مكشوفة والحتة دي كانت مريبة من ايد الناس اللي رايحة والجاية وفعلا الناس عطروا على السحر ده والسحر تفكر هنا دلوقتي جات في دماغي فكرة تانية فكرة اكيد مش جاية لي من ابنيس انها تديني انا الاسحار دي ارميها مع نفايات المستشفى والزيادة الخير خيرية وساعتها تدفن بالسحر بتاعها في قلب الصحراء واستحالة الجن الازرق يوصل لها بعد كده عجبتها الفكرة قوي وعجبها دماغي وقالت لدرغام تشايف الدماغة الحلوة مش انت من شكلك شبعت وخلاص ودماغك صدت ما بقيتش شغالة ولا تفكر في حاجة درغام كان بيبص ليه بغل لان كنت انا السبب ان حسنة تهزقه للدرجة دي قدامي وان انا طلعت انه مش شايف شغله كويس او على الال ما بيعرفش شغل حسنة زودت الفلوس اللي باخدها مقابل ان انا هدفر كمان الاسحار اللي هي بتعملها ما انا خلاص عرفت الموضوع ايه وبدأت في التنفيذ وبقيت بدل ما الشنطة بقت مليانة وانا طالع بس لا بقت مليانة وانا طالع وانا داخل وكل يوم اهميتي بتزيد عندي الشيقة حسنة وكلمتي بتبقى مسموعة لحد يوم حسيت ان فرض الامن رجع يرا ابني تاني لكن المرة دي انا متأكد ان درغام هو اللي زقوا علي وانا كنت حطه ضمن لستة الناس ان انا اخلي بالي منها كمان لكن كنت معجله شوية لكن هو الاستعجل اوانه وانا طالع من البوابة شاورت له وقلت له تعالى مش كان نفسك ينوبك من الحب جانب والدنيا تزبط معاك هزد ما وردته تعالى في العلوان ده بعد ورديتك وديت ورقة فيها علوان المكان وديتها اللي قلت له مستنيك ورديته كانت تخلص ساعة تقريبا اتنشر بالليل وفعلا راح المكان اللي قلت له عليه واللي كان المكان ده في اوضة صغيرة قديمة مهجورة في اول البلد الاوضة ديت اننا منلعب فيها زمان انا والعيان تحت شريط السكة الحديد واوضة فاضية وقلت له مش كان نفسك انه ما كان من الحب جانب تشاورلي بدماغه وهو مبتسب واحنا في الاوضة وهنا طلعت له مبلغ من الفلوس من شنطتي وقلت له اني لما ياخدهم مش عايز اشوفه قدامي مرة تانية ولو الصدفة واني دي اخر فلوس هديها لك وابعد عني في شغل تلاشاني نهائيا ورمتهم له على الارض ابتسم وضحك ووضة يجيبه ويقول انت مش هتسمح حس بعد كده انا هسيبلك الشغل كله ووضة يجيب الفلوس لما طلعت حديدة كنت جايبها معايا وقلت له مش بمزاجك بغصب عنك وضربته على دماغه لغاية دماغه متقسمت نصين وكده مات كنت جايب معايا مشرط من بتوع العمليات اللي بيمشي في جسم البن قدمين ويفتحها في ثواني قعدت افتح على قد معرفت في جسمه واخدت منها الاعضاء اللي انا اقدر اخدها عشان اديها الحسنة وقلت اخدهم منه كمان عشان ما يستريحش حتى بعد ما مات زي ما الفلوس كانت تعباه وهو عايش انا هتعبه كمان وهو ميت وخليه كده ياخد نتيجة ازيته في خلق الله وان هو كان سبب في ضياح حب عمري مني انا مش عارف جبت الشجاعة دي منين بعد ما اخدت الاعضاء مليت القوضة كلها بالبنزين وولعت فيها بعد ما اخدت البطاقة الشخصية بتاعته اللي كانت في جيبه معداش ساعة والناس كلها كانت عند القوضة بسبب النار اللي انتشرت والدخان والنار اللي ملت المكان وكانت كل البلد تقريبا هناك لكن كان خلاص ما بقاش ليه قصر كانت فحم تاني يوم رحت الشغل عادي وكملت حياتي طبيعي جدا على نفس المنوان وبنفس الطريقة اللي انا كنت ماشى عليها اخلص ورديتي اروح لحسنة اديها حاجات واخد منها شغلها علشان اوديه في نفايات المستشفى زي ما اتفقنا يوم عن يوم بدأت افهم شغلها اكتر واديها اقتراحات للشغل احسن لحد ما في يوم لقيتها بتقولي ما تسيبك يا رضا من المستشفى والكلام الفاضي بتاعك ده وتيجي تشتغل معايا انا هنا التبرية اللي برقها غرد درغام ما اعتقدش انها هيبرقها تاني لو هيموت كان هيطق وانا علشان اريده اكتر قلت لها موافق بس ديني كم شهر كده اصبط اموري في المستشفى واشوف حد مكاني يقدر يجيب لنا الحاجة ما احنا مش عايزين شغلنا يقب وكمان علشان حدش يحس بحاجة وهتلاقيني معاك على طول طبعا درغام كان عايز يخلص مني باي شكل وباي طريقة عشان كده رحت في يوم المستشفى لقيتني متحول للتحقيق وان الموضوع ممكن يوصل للنيابة ولما سألت عن السبب وايه الحكاية لقيت ان الفيديوهات اللي راحت لحماية هي هي الفيديوهات اللي راحت لقدارة المستشفى اكدت هتجنن بس حسنا ما سابتنيش وقتها او متل اكبر محامي المحامي استغل ان الفيديوهات المتصورة دي كانت متصورة في الظلمة وان الشكل مش واضح وقال لي ان انا اسبي افضل ثابت على الانكار وانا عملت كده وبعد تحقيقات ونيابة وحبس على زمة قضية اكتر من مرة طلعت الضمان محل الاقامة بتاعي بس قلبي كان نار لما طلعت رحت الحسنة علشان احكي لها مين كان السبب في بوازان شغلها ده كله في المستشفى ومين كان السبب في اللي احنا فيه ومين كان السبب في المصيبة اللي احنا فيها ديت وان كل اللي عمله دوت كان عشان غيران مني بس لما حسنة سمعت الكلام ده طردت ضرغام نهائي من عندها وهددته ان لو اتعرض لتاني هتدمره هو وعلته كلها وكملت الشغل مع حسنة كنت عارف كويس ما تيجي دقيقة انا شغال في السحن كنت عارف ان انا هيجي في يوم وبركانه هينفجر فيه وعارف ان ضرغام هيبقى عايز يحرقني انا وحسنة مع بعض عارف كده كويس فيه في يوم من الايام كانت حسنة ان اليوم ده بتعمله اجازة ليها والكل اللي شغالين معاها واليوم ده بيبقى البيت فاضي الا من واحدة ست كانت بالسعادة في ترتيب البيت عنده حسنة ستة كبيرة كذا مرة قال محضر غام بيحوم حوالين البيت في اليوم ده لانه عارف انه اجازة وعايز يوصل لحسنة يكلمها وانا كمان كنت برائب البيت في يوم زي ده لحد في يوم من الايام كانت الشغالة مش موجودة وطلع اجازة في اليوم ده برغم على الساعة 11 بالليل تقريبا بعد ما البلد كلها نامت او فضيت اتصحب ودخل البيت بنسخة كانت معاها من المفاتيح وانا اتصحبت وراه بعد دقيقة تقريبا من دخوله ليته دخل واضة حسنة وسمعت زعية بعدها حسنة كانت بتحاول ترمي كلام غريب من كلام السحر بتاعها اللي بتقوله لكن سمعت صوتها اتكتب وبعدها سكتت خالص في الوقت ده عرفت انه بيموتها انا كنت بعمل البيت كله بنزيل من الجرك اني انا كنت جايبه معايا ووقفت جنب الباب مستنيه ينزل عشان عارف ان مفيش مخرج من البيت الا من الباب ده لان البيت متقفت كل شبابيكو بالحديد حسنة عاملة كده في البيت كله فضلت مستني اول ما ينزل عشان اشوف نظرة الزل في وشه اول ما شفني وقف جنب الباب اتصمر وهو شايل صندوق الدهب بتاع حسنة انا ما استنيتش ولعت الكابريت ورميته على الارض بسرعة وشديت البوابة الحديد قفلتها بسرعة في ثانية البيت كله تحول لجمر النار طلعت بسرعة برا البوابة التانية اللي على الجنينة وقفلت برضه الباب من برا بالقفل الحديد درغام كان عمال يصوت ويبصلي من بين حديد الشباك بيترجاني ارحمه لكن انا مين كان رحمني ودخلني في السكة دا انا مش اعلق اللي عملته علشان معت الظروف ولا حاجة ولا اقول ظروفي انا اللي مشيت في الحرام وانا اللي لازم اخد جزايا انا اللي عملت الغلط انا اللي مشيت ورا الصحرة كل دا كنت بقوله لنفسي وجريت من المكان لكن بعد تقريبا ثلاثة ايام الشرطة مسكتني واتضح ان كان في ناس من اهل البلد راجعين وشافوني وانا داخل بجركن في ايدي ناحية بيت حسنة وبعدها بدأت الحقيقة وطبعا حكم علي بالاعدام بعد ما النيابة اثبتت تعاملي معاهم وفتحوا معايا كل المواضيع من سرقة الاعضاء للسحر للشعوازة واعترفت كمان بقتلي بفرض الامن وبكده خدت حكم اعدام وديني قاعد مستني تنفيذ الحكم انا مش ضحية الظروف ولا اي شيء انا ضحية الطمع والجاشع لان كنت عارف ان الطريقة ده حرام وعارف ان انهايته هتكون كده بس مشيت فيه بغاية هنا خلصت قصة النهاردة اتمنى انها تكون عظى وعبرة واني تكونوا استفدتوا منها تنسوش تدوني رأيكم في الكومنتات تعملوا لايك للفيديو ده والفيديوهات القديمة تشتركوا في القنوات كلها وسندوق الوصفة لها وكل مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة ضيئة شكرا لكم ما السلام